في تلك الأثناء استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء طائرتي مساعدات إنسانية لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة وقامت فرق الهلال الأحمر المصري بتفريغ حمولة طائرة الأولى القادمة من الإمارات وتحمل 9.71 طن من المستلزمات الطبية والثانية من السعودية وتم نقل المساعدات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرية ترجمة نانسي قنقر